ومن هذه الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي صفة الحلم وما أحوجنا إلى هذه الصفة العظيمة الحلم أن يكون الإنسان حليماً في تصرفاته حليماً عند انفعال الآخرين حليماً عندما يخطئ في حقه بعض الناس حليماً في مسيرته وفي عمله وفي جميع شؤونه هذه الصفة من اتصف بها وتحلَّ بها قلت يصبح أولاً سيداً في قومه وله مكان وشأن في قومه وكذلك يكون محبوب عند الناس لذلك لما جاء وفد الشج عبد القيس من البحرين ولما دخل الإسلام في قلوبهم اشتاقت قلوبهم إلى رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصل الحب شغاف القلب ولم يستطيعوا أن يصبروا بعد هذا الإسلام فجاءوا من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الأشج عبد القيس فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولك أن تتأمل كيف يكون لقاء يعني الحبيب بحبيبه وأحب إنسان وأشرف من وطع الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء القوم لما جاءوا وتعرف الإنسان لما يأتي يأتي بالسفر والسفر فيه غبراه وفيه ما يصيب الإنسان في سفره من تعب ونصب وعرق وما شابه ذلك فلما دخلوا المدينة وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ركابهم تركوا الإبل دون أن يعقلوا الإبل ويجعلوها في مكان ودون أن يتهيأوا في لباس لأنهم سيقابلون رجل كريم عظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم فذهبوا سرعان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحظنون النبي ويقبلونه ووقف رجل لم يذهب مع القوم وهو الأشج عبد القيس وإنما أخذ الركاب وأخذ يعقل ركابه ويجمع الإبل في مكان واحد ثم بعد ذلك اغتسل ولبس أجمل ما عنده من ثياب وتطيب ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللباس الجميل وهذه الرائحة الزكية الطيبة الكريمة فرأىه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال يا أشج إن فيك خصلتين يحبهم الله إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا فصفة الحلم يحبها الله سبحانه وتعالى وكما ذكرت لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس كيف الإنسان يكون حليم؟ يكون حليم عندما يقضب الآخر يكون حليم عندما يظلمه الناس يكون حليم عندما يبخس حقه يقول الشاعر يقول لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب فالغضوب هذا لا ينال العلا ولا ينال المنزل العظيم والمكانة الرفيعة